حبيبي الحلوين أهلي وعشرتي اللي خلصوا مذاكرتهم وفتحوا ملخص النهاردة أتمنى تكونوا بخير واللي فتح في الخباسة وما خلصش يروح يخلص ويرجع ويعني الملخص سيطير أنا بقول ده لمصلحتكم وبصراحة بقى المسلسل لا في فسيكة ومحتاج رواقين فورقة وقلم بقى ويلا بينا نشوف حكايتنا النهاردة بتقول إيه بتبدأ كل حاجة عند بطلتنا شي اللي تبنتها عائلة كبيرة قوي زمان ولما البنت كبرت قالوا لين يديها لحد غريب وخطبوها لتونجة حفيدهم على طول دلوقتي بقى تيتا اللي تبنتها دي تعبانة وعلى فراش المرض أو الموت يعني حسب الظروف وبطلتنا راحت تزورها وكان بان عليها حزينة قوي وأول ما الست فتحت عينيها ادتها إسورة وقالت لها اعتبريها مهرك وسألتها فين خطيبك فأول ما جات سيرته افتكر تشيل خناء اللي لسه حصلة بينهم واللي انتهت على إنه بتكوم على الأرض بس مهم نعرف إنه ماد إيده عليها جامت في الخناءة دي وقال لها إن جدته جابريع عليها وإنه خطبها بالعافية ومش عايز يتجوزها معقول الفنانة يكون خلقها دايق لدرجة إنها تبطاح بحاجة مثلا الله أعلم إحنا لسه في الأول مش هخمن من دلوقتي بس في العموم يعني لما جدتها سألتها عنه قالت لها مسافر في شغل يا تيتا وقفلت الكلام خالص بس بنعرف بعدها إنها عارفة مكان وإنه أساسا في نفس المستشفى بس دخل في غايبوبة وشكله كده مش هيفوق منها والحقيقة ده عمل لها مشكلة يعني رغم كل اللي حصل هي كانت محتاجة تونج ودلوقتي تونج بح فقالت هو واحد بس اللي بلجأ له في المواقف دي يا ترى مين هحكي من الأول بقى عشان الموضوع يطول شرحه من يجي سانة كده في شوية بلطجية كده خطفوا بطلتنا وودوها وكر بتاعهم كده وأول ما فتحت وشافت هي فيل لقت قدامها خطبها أو يعني واحد شبهه بالملي فتخضت الأول وسألته هو مين فما ردش عليها وفيد العامل فيها غامض بس مستحيل يكون خطبها لأن خطبها اسمه تونج ونسخته التانية اسم ران فقالت يخلق من الشبه هربعين بس خطفني ليه باش مهندس هقول لكم بطلتنا اشترت أرض والأرض دي علميا بتاعته هو هي بقى مش مقتنع وراحة جاية عليها فجابها لحد عنده وقال لها مشوفكيش في أرض تاني تقول له بتاعتي وملكي وعيلتي اشترت هالي فقال لها مضت يا عقد قالت له ما مضتش قال لها حضرتي اتفاقات قالت له ما حضرتش قال لها يبقى ما تحوك عليك يا مرات أخويا مستقبلا هنا بقى دماغها ما بقتش فيها اللي هو أولا كده منصوب عليها والأرض مش أرضها وسانيا خطبها طلع له أخ نفس التناحى سبحان الله وبيبصلها من فوق لتحتك إنها شغالة عنده بس كتر خير وفكها وقال لها لولا النينة أرايب يعني أنا ما كنتش عدتلك حوار الأرض ده ويلا مع السلامة فهي واضح عليها ما بتحبش تمشي جنب الحيط وقالت له مش مصدق كلامك والأرض بتاعتي وقعدت ترغي كده لحد ما كانت هطاع في البسين اللي وراها ولا ما عرفش ده بني ولا ايه فمسكها ودها الأمان وهوب سب إيدها وشافها وهي بتعملتش في المياه وقال لها لو شفت كنتي أو أي حد من العيلة دي مرة تانية هرميكوا كلكوا في البحر فبطلتنا بقى سخنت وقالت أنا ما تهدتش فرمته في السجن ست شهور بتهمة خطف امرأة بريئة لطيفة كيوت بس هي دلوقتي محتاجاه ليه بقى عشان جدتها اللي بتمد ديه عايزة تشوفها عروسة قبل ما تودع والعريس في كومة فهي دلوقتي عايزة عريس تعمل بالفرح ويا سلام بقى لو عريس نسخة من خطبها مفيش أحسن من كده يعني راني تكتب عليه بقى عريس على ما تفرج صاحبتها بقى لما عارفت الكلام ده استغربت قوي وقالت لها ده هو مغرائك قبل كده وانت رمياة في السجن والعلاقات بينكو تخليكو تقابل وجه كريم قبل تيتها أصلا فاتف تكري هيوافق يتجوزك عادي كده وهو شيل منك ده غير انه زعيم عصابة قد الدنيا ولا لو منك أخاف على نفسي فقالت لها والله يا حبيبتي أنا ما عنديش حاجة أخسرها فهناخد الريسك بقى وأمري لله وفعلا رحت له المكان بتاعه بفلوس كتير قوي ورجالته أول ما شفوها كان نفسهم يغضوا بطارهم منها عشان سجنت زعيمهم بس هو وقف لهم وقال لهم يسيبوهم لوحدهم واستفرد هو بها بقى عشان له حق وعايز يغضوا بس للأسف أخلاقه ما تسمحلوش وقال لها تمشي دلوقتي حسن لها بس ما كانش في إيدها حاجة غير انها تعرض عليه مثل النطونج وان المضطر يركب الصعب فقال لها شرفتنا يا أنيسة وكلمة كمان وهرمك في البحر زي ما قلت وأنا رجل أفعال على فكرة وسبق ووريتك قبل كده فمشيت وهي عاملة فيها بريئة مغلوبة على أمرها عشان تفاجأ البلطاجية كتير داخلين عليه ويا الاستسلام التام يا الموت الزؤام بس ران ما يعرفش الاستسلام واشتبك معهم كلهم وطلع من الخناء أساق سليم وبعد ما خلص عليهم كلهم بدأ يتحرك ناحيتها فخافت وكانتها تضرب عليه نار بس اتطلق جات في الهوى ما خبيش عليكم الراجل منبهر بشجعتها زي ما يكون ما شافش بنات زيها قبل كده فحط راسه براسها وحط مسدسه على دماغها بعد ما فرغ طلقاته وقال لها انت ما تعرفيش كان فيك مطلقة وجايز يكون في واحدة ولا حاجة تجيب أجلك حالا فلاقها خافت وبتعايت زي البنات العاديين يعني أمس هي بمسدسه وقال لها انت بنت جريئة بس برضو هحذرك لآخر مرة فكرتك المجنونة دي تشيلها من دماغك وأنا كأنك ما شفتنش أساسا ومش يسابها تتأمل طرقها المسدودة لحد ما الدنيا وقفت في صفها ولقت فرصة تساعده وهو بيتخانق بعدها على طول مع المنافس بتاعه فشيلته جميلة وهو ما كانش مستوعب ازاي بنت فرقتها تنقذه من وسط كل الرجالة دي للضرورة أحكام بقى يا راني يا خوي هو يعني لحقتك عشان بتموت فيك والبنت ما كتبتش بصراحة فعز الخناءة والناس دي كلها عايزين يموتوه رح يستخبى بيها وهي تقول له لو موافقتش ترجع معايا للعيلة وتقول إنك تونج خطيبي أنا هطلع وهكشفك وساعتها مش هيطلع عليك نهار فضربها على دماغها بسرعة قبل ما تكشفه وبعدين حطها على جنب عشان يشوفها يعمل إيه في الورطة دي وهب لقى قدامه راجل ببورنيتا طبعا كان قلقان وافتكر خلاص إنه فعلا مش هيطلع علي نهار بس أبو بورنيتا افتكروا تونج وقال له بتعمل إيه هنا يا فندم فالولد عاش الدور وقال إنه بيخلص صفقة شغل واضطر يبقى تونج من غير ما شيد زين عليه عشان بس ينقذ نفسه وما خبيش عليكو أبو بورنيتا كان مستغرب ليه تونج ابن الناس جاي مكان زي ده بس عارفين إيه الغريب بجد إن أبو بورنيتا ما كانش بيناديب تونج ونا ده شان بكل عشم يعني وواضح إن فيه بينهم مصالح وشان ده يبقى الراجل اللي بطن قال بالدنيا عشان يلاقيه معقول أخوه يطلع متنكر باسم شان ومعقول يبقى كل ده بيطلع بيدور على أخوه لنسخة منه وكمان الناس يفتكروا هو أنا شخصيا ضغط بالنياب عنه بس كل دي أسباب تخليه يعمل بكلام بطلتنا الزنانة ويقرر يبقى تونج ولو مؤقتا عشان يفهم الدنيا فيها إيه أما بطلتنا فكانت لسه نايمة وأثر الضربة مرحش وساعتها بطن فكر مع نفسه وقال إن دي مش تاني مرة يقابلها فيها لأ دي تالت مرة وهي اللي مش فاكرة لأنها قابلته أول مرة في شارع زحمة وما فصلها مش غير الترام اللي كان معدي لحد ما اختفى من قدامها ويجيه بعدها خاطبها خدها ومشي وما كانتش تعرف إن اللي شافته عند الترام ده يبقى ران أخوه الصغير المهم صحية لقيته مستعد وعمل فيها خاطبها البنت للوهلة الأولى تفزعت من كتر الشبه ولقيته بيقول لها أنا موافق أمثل معيك بس معلش يعني عايز أعرف أخويا فين وعايش ولا لأ فقالت له ده هو مسفر يخلص شغل برة وطال غيابه وأنا مزنوقة في عريس يرديك تيت تموت قبل ما تفرح بيه طبعا هو مهتمش لسببها اللي من وجهة نظره عبيت بس لقاها هي كمان عندها فضل تجاهه وبتسأله ليه محدش في العيلة جاب لسرتك أبدا كأنك مش ابنهم أصلا فقال لها ولا كانوا هيجيبوا سيرة يعني لو ما كناش تقابلنا بالحظ كده ما كانش هيبقى ليه يوجود أساسا وكلامه ده زود فضلها أكتر وخليها متحمسة للعبة واتفقه تيجي تاخده من محله بكرة وتاني يوم بطالتنا بدأت تعمل تحرياتها وبعتت صاحبتها بورق تعرف منه لو ران يبقى ابن واحدة اسمها ريون ودي برضو من عينته وإن طلع ابنها تجيب كل التفاصيل وانا من موقعي هذا بجيب لكم نتيجة من الكنترول وبقول لكم ابنها عشان عمل لها ركني في بيته كده وبيقعد يعايت عليها كل خميس فبيفتكر بقى من 15 سنة لما مامتو دي لقيته جاي مضروب في خناقة عيال وتلع ضربهم عشان قالوا عنها مطرودة من بيتها لأنها عملت حاجة غلط وهو طبعا ما صدقهمش فقالت له برافو يا روح ماما أنا فعلا مش مطرودة بس حبيتها بقى عايشة معاك هنا فتمر الأيام وبطالنا يحول بيت مامتو ده المحل حلاقة معتبر مفيش زيه في الشرع كله بس في اللحظة اللي وسلت فيها شي عند المحل زي ما اتفقوا كان بطالنا حرقه وخرج منه هقول لكم انه هو جوا بيعايت على مامتو قال لها انه هيخلف وعده ليها وهيرجع بيت عيلته اللي كانوا متفقين ما يدخلهش تاني ويقطع علاقته بالعيلة دي بس للأسف ده اللي لازم يحصل عشان كده حرق سوريتها والمحل كله كأنه مش عايز يفضل لها أثر وخرج من وسط النار لبطالتنا وبعدها الكل افتكر ومات وشبع موت في الحريقة حتى رجالته والمنافسين بتوعه يعني كده ران مات وما بقاش فيه دلوقتي غير طنج وبس وبعدها سافروا على مدينة علتها وهناك اديت له هدية فقال لها ما تفتكريش اني بعمل ده كله عشانك وانا كمان عندي أسبابي فقالت له أسبابك تحترم حتى لو معرفاش بس احنا دلوقتي في مركب واحدة ولازم ناخد عهد اننا سوا في كل الأحوال وجد تعمل معاه وعد الخنصر لقيته مش فرفوش ومش هيعملوا معاها ومكشر في وشها بس الولد حب حماسها الحقيقة وعملوا معاها على آخر لحظة وفهم انه فعلا في مركب واحدة ومصلحتهم كمان واحدة وهي بصراحة سألته إيه الأسباب اللي مخليها عايز يمثل دور أخوه فقال لها عندي فضول عن حياته فوعدته تعرفوا كل صغيرة وكبيرة عشان يمثل الدور صح وما خبش عليك وفرح سيكا لما يعرف ان علاقتها بأخوصل وناط يعني بعد ما كان فاكر انه حبوهم عميك وكده وبعدها بقى خدته بيت شارية بعيدة عن الناس وقالت له هتفضل فيه لحد ما عرفك كل حاجة عن أخوك وعيلتك وبدأت فعلا تعرفوا كل حاجة بس كان عندهم مشكلة وهي ان ران متمرمت قوي شكلا وموضوعا على عكس أخوه اللي بيفطروا لحمة كل يوم ده غير ان عيلتهم بتفهم في الطب ولو قسوا نبضه بس هيلقوه طبيعي وهم عاملين عليهم فيلم انه كان متشحور في بلاد برة والدنيا جات عليه فبطلتنا خدته أعادته في المطرة شوية حلوين عشان جسمه يضعف ولما يجو يقسه نبضه يلاقوه ضعيف فعلا المهم بعدها عرفت ان جدتها خرجت من المستشفى ورجعت البيت فقالت له إياك تتحرك وانا راجعلك تاني وراحت هي على القصر تشوف تيتا وبالمرة تقس فستان الفرح فتيتا سألتها خطيبك فين يا حبيبتي قالت لها لسه مسافر ومجاش على بالها انها تلاقي ران واقف تحت وعمل فيها طنج فأول ما شافته فضله متنحل بعد شوية هي تفاجئت بوجوده وهو مبهر بفستانها الأبيض وأول ما نزلت له حضنها قال يعني منغمس في الدور بس انا وانتوا عارفين انه بيستهبل والحضن ده طالع منه فقالت له هنتحسب بعدين على انك جيت من غير ما تتفق معايا وبعدها بدأ يسلم على العيلة الكريمة خاله وخالته كلهم والحمد لله لقو نض ضعيف فعلا والفيلم دخل عليه وبعدها سابوا العيلة وطلعوا قدته ومعلش يعني هقول تفصيلة تفهى وهي انه كان مسندة وهي طالع عشان الفستان تقيل وكملوا سوا فقرة التسبيل اللي معرفش هتوصلنا الفين المهم لما طلعوا قعدوا يتكلموا عن فرحهم اللي بيتحضرله وقال لها هنعمل ايه في حوار كيزا برايت ده يا أنيسة ففهم من نظراتها انه هي وخطبها ما كانش في بينهم اي حوارات من دي بس لمت الموضوع وقالت له ما تشغلش بالك بالامور دي دلوقتي ووقفته تاخد مقاساته عشان بدلت الفرح وقربها منه ده كان موترها قوي بالذات انه فدل يلمح انه مش مصدق حوار انه خطبها مسافر ده وقال لها لو حصل بينكو حاجة قوليلي من دلوقتي وما تقلقش مش هعمل حاجة تضره بس هي فدلت ساكتة وركزت انه خطبها عنده حروق في كتفه فلازم ران كمان يتحرق بس الحقيقة ما جلهاش قلب تحرقه وقالت له انت كده كده مش هتمش بيكتفك في البيت يعني بعدها بقى بنعرف ان تيتا كان عندها بنت اسمها ريون فعلا ودي سايبة البيت بقالها 25 سنة بحالهم فنفس الوقت اللي بطلتنا بتكتشف فيه ان ران يبقى ابن ريون وحفيد تيتا بجد والغريب ان تيتا كانت متأثرة وعملت قول تونج ابن ريون هيتجوز وهي مش موجودة كأن ران ده ملوش وجود بس في نفس الوقت تيتا زمان كانت شايفة ان طرد ابنها من البيت هو الصح ليه؟ معرفش بس اكيد هيجي وقته ونعرف انما المهم دلوقت ان بطلتنا فيه متليه محدش بيجيب سيرة ريون في العيلة ولي ران بيكره اخوه ثواني كده؟ ران دلوقت لقى تيتا في الجنينة الوحدها وشاكله كان نوي يستغل للفرصة ويخلص عليها كمينها السبب في كل حاجة وحشة حصلت بس بنتنا شافته من الشباك وكان لازم تعمل حاجة قبل ما هو يعمل مصيبة فلح ايته بسرعة ولميته انه قرب من تيتا من غير اذنها بس الست تركزت بعد كده ان حفيدها موجود حياة مامته بس بعدها حطت ايده في ايد خطبته وقالت لهم ربنا يساعدكو ياولاد ويلا طلعوا ان تناموا فاضطروا يفضلوا مسكين ايدين بعد لحد ما طلعوا سابوها فلما بقوا الوحدهم بطلتنا وجهته وقالت له انا عارفة انك بتعمل كل ده عشان تنتقم لمامتك اللي طردوها فقال لها حصل ومش هنكر بس اللي انتقام بقى مضحك شوية لدرجة انها تجوز خطيبة اخويا فقالت له يلزم حدوده وما يفكرش يمس حد في العيلة دي فقال لها انت بالذات ما تتكلميش لاني متأكد ان عندك هدف ووراك مصيبة وإلا ما كنتيش جذفت المجاسفة دي وقام وريها حتة من نضارة اخو المكسورة وعليها دم عشان تأكد له نظرتها ان اللي حصل اكبر بكتير من اللي قالته بس برضو ما ريحتهش ولا قالت له حاجة وهو صبور الحقيقة ومش مستعجل يعرف حصل ايه لان فرحهم بكرة وما فيش حاجة هتغير ده وفعلا بيتعمل الفرح وبيدخلوا ابطانة المعزمهم زي ما اتدربوا سوا بالظبط ورام بيفضل يشد على ايدها عشان عارف انها متوترة كأنه بيقول لها ما تخفيش وبعدها بيوعدوا بعض قدام ضيوفهم بانهم هيفضلوا سوا للأبد ويعيشوا في سعادة طويلة ويفضلوا واسقين في بعض والحقيقة شي طول الفرح كانت عملة تفتكر خطيبها وكلامه اللي زي السم ليها طول فترة الخطوبة وانه مجبر عليها وجوازهم من عدمه مش هيفرق لحد ما فوقتها فقرة كيس ده برايد وما كانتش عارفة تعمل ايه وكل الخطط اللي كانت في دماغها راحت من التوتر والمعازين بدأوا يقلقوا من العريس والعروسة اللي شكلهم مخصوبين على بعض لحد ما بطلنا انقذ الموقف وانبل مهمة على اكمل وجه وتيتا تطمنت ان الولاد بيحبوا بعض وهيعيشوا حياة سعيدة فترجع بقى هي المستشفى عادي تكمل علاجها بس اول ما قبطلنا سابوا القاعة بطلتنا ضربته قلم طرق على وشه وقالت له مين قلك تعمل اللي انت عملته ده فقال لها والله انتي فدلت تقولي هتصرف هتصرف لحد ما قلبت بطة بلدي فقلت نفز انا واعتقد نفست مهمتي على اكمل وجه فقالت له ميل مشكلة انك نفستها على اكمل وجه وضيعت عليها الفيرست كيس وانا مش مسامحة فما كانش عارف يضحك عليها ولا يعمل ايه بس اعتذر بشياكة ومشي وما خبيش عليكو يعني هي ما كانتش زعلانة قوي يعني بس طبعا مش هتبين حاجة وبعدها راحوا يعملوا توكوس الشاي مع جدتهم كبيرة العيلة ولما جهت دور على عرسنا يقدم الشاي خالته دخلت دلقت الشاي وقالت الجوازة دي مش هتتم عشان ابننا فخر العيلة بيشرب مخدرات وفعلا كان معاها صورة ليه تثبت ده بس الحقيقة بقى ان الصورة دي كانت لتونجل حقيقي وران الغلبان هو اللي اتدبس في الحوار بس فاجئهم كلهم لما قال ان مش هو اللي في الصورة فلو يعني مهتمين تعرفوا خالته جابت الصورة منين فجابتها من راجل بتلعب معا امار وواضح انها مش بطيق تونج بس المهم دلوقتي نرجع لبطالنا اللي مصمم ان اللي في الصورة ده واحد شبهه فتتصممت تشوف حرقة كتفه عشان تتأكد انه حافدها مدام بيقول انه سبحان الله في منه اتنين في الدنيا وهنا بطالتنا ترعبت وقالت ياريته ما صعب علي وياريتني حرقته حافدهم قالوله يبقى انت برضو اللي في الصورة وساعتها شي حاول اتحل الموضوع وقالت لهم هو كان بيشرب بس عشان اصابته اللي اتصابها وهو مسافر تخف الاغراض علاجية يعني يا تيتا ما تحبكهاش فهي كده سبتت التهمة عليه من غير ما تقصط وعجبه في العيلة ونزلوا فيه ضرب لما بهدلوه وكل ما شي تحاول تقول لجددها عزر عشان يبطلوا يضربوه هو يعيش الدروي يقول لها انا غلطان واستاهل واضربوه كمان عايزة توب فخالته قالت له انا من بدري بقول الودة في حاجة مش مظبوطة وقادينا خلاص عرفت السبب على نياتك انت او يا خالك المهم كمله ضرب في الراجل لحد ما شي قالت والله ما حد هيمدي ايده عليه تاني وجريت عليه وقالت لهم اضربوني معاه فاتيتا فعلا كانت هتعند وتضربها بس هو مسك العصايا وقال محدش يلمسها واضربوني انا الوحدي فالستة قالت اه قالبي وجريوا بيها وسبوهم لوحدهم فلحقته بنتنا وحضنته قبل ما يقع على الارض وهي يتعيت وهو يطمنها انه كويس وده ضرب خفيف يعني ما يجراش حاجة فكانت من جواها ممتنة ومعجبة ومنبهرة بانه رغم كل شيء حماها وفيدل ساكت وما كشفش لعبته واعتقد ان من اللحظة دي مشاعرهم هما الاتنين هتتغير تماما حتى لو مش هيعترفوا بدال بعض زي ما حصل بالزبط وهي بتعليج جروحه كانت متوترة جدا بس عاملة فيها دكتورة ومش متأثرة بانه اتركتب نهائي يعني وبعدها قالت له انا عايزك تساعدني الاقي خزنة اخوك اللي في البنك عشان جواها سر بدور عليه بقالي 15 سنة فقال لها اخويا فين وسر ايه فقالت له ملاكش فيه بس اخوك بخير وكان لسه هيقاوح لقها بتحضنه عشان كان في حد على الباب عندهم وخافت يتكشفه وحضنها دوتر وخلاه ينسى هو عايز ايه اصلا فقال لها خلاص يا ست مش هسألك على حاجة بس بالليل لما نامه وهي فضل اتحلم بكوابس عن ماضيها وهو فضل يفكر يا طرق السر اللي بتدور هي عليه بس الحقيقة يا ولاد وهما بينشروا الغسيل تاني يوم شي حست انه بيعمل عشانها كتير قوي وكمان هيساعدها تلاقي مفتاح الخزنة وجميله عليها كترت يعني وهو لاحظ ارتباكها وهي بتبصله فرح لها وقال لها ان المفتاح جايز ما يكونش في مكان معين بس ممكن جدا يكون مع حد وشاور لها على بنت فصولة خطبها وقال لها انها جات له يوم الفرح وكان باين يعني ان في علاقة بينها وبنخطبها يعني ما شاء الله عليه خاين وكمان بتعمه خدرات فقالت له خد بالك من نفسك عشان بيرقبوك مين وبييرقبوه ليه ومين دي اصلا ما يعرفش اي حاجة وشي كانت هتتجنن من كمية الالغاز فما كانش عندهم حل غير انهم يروح لعمه اللي خالتها بتلعب معه اماره ومشكوك فيه اصلا وسألته مين البنت اللي معجوزها في الصورة فقلمه قدامك هما تسأليه ففدل يقول لها مظلوم يا روحي فقالت له طلعت روحك يا خاين يغشاش وانا غلطانا نتجوزتك والحقيقة عمه كان بيشعل للدنيا وبدل ما يهديها قالها تستهلي احسن منه يا امر وبعد ما مشوا الاتنين رجعلوا بطنة وكلموا من تحت التحت كده عن شان اللي تونج منتحل شخصيته يعني واخدين بالكم من اللفة رن عامل تونج وتونج عامل شان ويعالم مين عامل ايه تاني المهم بعد ما ابطنة خرجوا من هناك بعد ما فشلوا انهم يوقعوا بتاع الامار في الكلام ويعرفوا مين البنت اياها رن قال لي شي انه محتاج يروح مشوار سريعا فهي خافت قوي وقالت له لا رجل على رجلك فصريحة انها مفضوحة قوي انها مش خايفة عليه قد ما هي خايفة انه يمشي او يبوز خطتها وما تعرفش تلاقي المفتاح فطمنها وقال لها ان كلمته كلمة رجالة وانه مش هيبيعها ابدا وهيصون وعدوا ليها بنعرف بقى من بطنة ان شان ده يبقى اكبر ديلر فيك يا صين وبما ان الديلر طلع اخوه من الناس المحترمين فابننا لازم يستغل ريابه ويعيش على انه تونج او شان لفترة ويحقق كل اللي معرفش يحققه وراح يقابل واحد حبيبه كده خلاه يعرف له اصل وفصل البنت اياها وطلعت صاحبة كازنه كبير وانها مش سهلة ابدا وواضح انها كانت قريبة من تونج فنصحوا ياخد حزره وما يكشف لهاش حقيقته مهما حصل فبطنة قال لصاحبه ده انه هيستغل وشه ويمثل على الكل النشان وبكده يقدر يخلص من كل الناس اللي بيفسدوا البلد ايه ده تفتكروا ران هيطلع رقفة الهجان في الاخر المهم بيخلص بطنة مقابلته وبيرجع لمحطة الترام يلاقي شي لسه قعدة مستنياه فاتفاجئ انها ما رجعتش ولقها مستعدة تحكيله حكايتها كلها وقالت له ان من 15 سنة قبل ما عيلته تتبنيها في ناس اقتحموا بيتها وبيت اهلها اللي كانوا اساسا صيدة للنيين وخلصوا عليهم خالص وصحيح يا ما شافتش وشهم بس كان مع واحد منهم دبوس شبه اللي معها ده ويا سبحان الله لما تبنوها وكبرت وعاشت مع تونج لقيته معا نفس الدبوس ومن هنا قامت الخناءة هي تسأله جبته منين وهو يقول لها ملكش فيه لحد ما ضربته على دماغه من غضبها ومن ساعتها وهو في قومة فلا هو رد عليها ولا هي عرفت حاجة فران عشان زوء وشايف قد ايه هي توطرت وخافت لما افتكرت ده كله وغطها بالجاكت بتاعه وقال لها كل حاجة هتبقى تمام وخدها وروحه البيت عادي جدا ولا كأنها لسه أيلاله انها ضربت أخو ده خالته في غيبوبة وبالليل لما جوم ينامه قالت له انه هو الشخص الوحيد اللي ما أزهاش فعلا ويوم بيقول حاجة يعني بيبقى بيهوش بالكلام مش في نيته يقذيها وعلى طول بيحميها حتى من أهلها فهي هتفضل وثقة فيه وفي أي تصرف يعمله وبصراحة هو عجبه الكلام وقال لها انه هو كمان وثق فيها ومتحمس يكمل معها الرحلة للآخر وتاني يوم بتدخل القصر شخصية جديدة وأحب عرفكو بجي وده بقى يبقى ابن واحد شغال عندهم في القصر وكان بيدرس برة ولسه راجع فتقريبا خالته حطت عينها عليه وأول ما شافته قالت يلا عشان تسوق للعربية توديني مشوار وأنا من عندي هنا بدعيله عشان عموما بقلق على أي حد من خلق بس الحقيقة هو اللي طلع يتخاف منه عشان لما خدته معها اتفاق شغل بينها وبين بتاع الأمار واحد تاني الواحد التاني ده تطول عليها سيكة وبتاع الأمار اكتفى ان يقوله شين إيدك من عليها على عكس جي اللي جاب من الآخر ودله شلوت حدفه ببرا القوضة وخدها ومشي من سكات كده وواضح إننا دخلين على قابل جديد لأنه كمان شالها لما اتكابلت وفيد الماشي بيها عشان ما تمشيش على رجلها الملوية فبدأت تشوفه شاهمة قوي ومش معقول يعني عمل حركتين جدعانة في ربع ساعة استنوا ده جالها بشمسية كمان كده بقى ثلاث حركات ويسيبوا القوس مفتوح أما بطلتنا فبتعرف إن خطبها كان مساحب شوشو صاحبة الكازين وبيروح يرقص معاها كل أسبوع فسابت حتة إنه خين دي وقالت لازم تعلم ران الرأس عشان شوشو ما تشكش فيه رغم إنه قربها منه بيوترها قوي زي ما أنتوا عارفين يعني بس قالت كله هنا عشان الخطة وبدأت تعلمه زي يرقص وبعدها قعده يشربه عشان تشوف بيعرف يصمد قد إيه قبل ما يسكر بس ران طلع خفيف قوي وسكر على طول فقعدت تضحك عليه وحست إنه كيوت قوي دلوقتي بس لما جيه وقت الجد وقان الأوان يروح الكازين وقال لها تعالي معايا وطلع جايبلها فوستين جديد هدية أول ما لبسيته انبهر بجمالها قوي عشان إحنا في مسلسل وكده بس يعني ادعو للبنت عشان هي ما شفيتش جمال كده قبل كده مع إني أخو نسخة منه يعني بس الروح بتفرق برضه المهم وصله كازينو ودخل هو الواحد من غير تذاكر عشان هو أرقى من كده وكان هدفه يعمل شوشرة على الباب لحد ما شوشو صاحبة الكازينو جات وقالت للأمن إيدك ما تتمدش عليه ده به ابن بيه وقامت واخده ودخلة وطبعا ما كانتش تعرف ان بطلتنا موجودة وبترقب الجو شوف شوفي العيال مبسوطيني ازاي ولا كأنهم طلعين رحلة المهم قعدت بطلتنا ترقبهم وهم بيرقسوا وبتتخيل نفسها مكان صاحبة الكازينو عشان تخلص من صوت دماغها اللي بيقولها تقوم تضرب الست دي حاليا وتاخد الرجل وتمشي وطبعا لو سألناها هي غيرانا ولا لأ هتنكر بس والله يبين على وشك الروحي مش محتاجين نسأل واللي زود غيرتها بقى ان شوشو اعجبت جدا بسوت ران وحسته متغيرة عن كل مرة وهو نفسه في حاجة جزابة اكتر فاستغفر الله يعني خدته وطلعت قدتها وشي بتحاول تعمل مش مهتم عشان الخطة مطبسش وهو اصلا من ساعة ما طلع قدتها والدنيا ماشية معا بالعافية يعني مثلا بيشرب بطريقة غير اخو تماما وما دلوش حساسية من الورد اللي كان بيخلي اخوي اعتصوي بهد للدنيا واردوده كلها مختصرة كأنه عايز يعدي الليلة ده غير انه مش قادر على الاعيب شوشو اللي حطت مسدس على راسه فافتكرها افاشته لحد ما لقاها بتقوله كده يا خين بتخني مع امرتك فقال لا تسده ملكيش حق فعشان يخلص من الكوميديا دي سبها ترغي في موضوع الصورة اللي تصربتله وقالت له اكيد الصحفي هو اللي صربها وده يا ولاد الراجل اللي كان بيتطاول على خلته من شوية فاكرين رون بقى سمع كلمتين دول عموما واستغل انها بتغير هدومها ومشي من القدى كلها ونفت بجلده في الوقت ده بقى كانت خلته في الكازينو برضو بس الستة عملية وقعد هناك مع منافس بيتكلمه في شغل خاص بشركات الادوية بتاعتهم وساعتها الراجل تكلمها وحش وقال لها ان الستات عائلتكو بيدروا الشركة ويخلصوا مصالحهم بطرق انا كراجل محترم اتكسف اقولها فهو كمان تطاول سبحان الله يعني عشان جيل اللي كان معاها وخلاص اعتبرته المساعد بتاعها يمسك كباية الوين يحمي بيها كده ويهدده فالراجل يمشي بسرعة والتاني مرة بتحس خالته ان الانسان ده مختلف عن اي حد قبلته قبل كده بالذات انه لما ملاقاش تاكسي روحه فيه رجع لها جارر عربية وراه عشان ما يسبهاش وقفة كتير فكان يعني كامل الاوصاف بالنسبة لها اما بطلتنا ففضلت قعد الوقت متأخر مستنية البشا يرجع من عند شوشو وقعدت تقول يا ترى انا مستنية يرجع بمفتاح الخزنة ولا مستنية يرجع البيت عموما لحد ما لقيته داخل عليها وبيقول لها كله تمام وان عمل كل اللي المفروض يتعامل فدمغها راحت لحتة مش بريئة خالص ومن غير ما تحس بان عليها قلقها من الموضوع ده فاكد لها ان المفتاح وريد جدا يكون مع شوشو وان ما فيش حاجة حصلت بينه وبنشوشو وان دماغها راحت لبعيد قوي فقلبها ارتاح حتى لو ما كانتش بيينة ده وتفاجئت بيجايب لها ورد كمان رغم ان اخوه عنده حساسية ولو حد شافه ماسك ورد هتبقى كارسة بس هو ما ترديتش يديها الورد واعترف لنفسه ان عمره ما كان عنده نية يساعد حد ويفضل جنبه لحد ما قابلها تاني يوم بقى بتصحى شي على ورد كتير في البيت كله وراني الكبير العائل داخل عليها بزرع من كل ناحية ومشي في البيت يقول حساسيتي خفت يا ناس ومن النهارده قام له البيت ورد فالكل استغرب وهي كانت شايفة ان ما فيش حساسية هتروح بسهولة كده وان حجته عبيطة ده غير ان اخوها يرجع في يوم من الايام وهتفضل عنده نفس الحساسية فقال لها والله ده مش موضوعي بس طول ما انا طانج هاملة البيت ورد اول وقت ده مش هيبتحل لما يكشفنا في اخر المسلسل بس بصراحة حبه للورد ده اثر فيها لان هي امامتها كانوا بيحبوا يزرعوا ورد ويسقوا زمان قبل ما العيلة تدي تبنيها فنسيت الدنيا كلها وقعدت تظبط معا الزرع وتفتكر اللازي مضى وفي مرة كانوا قاعدين سواه لقوا خلتوا دخل عليهم تشوفي ازاي ما بقاش عنده حساسية وبدأت تقيس نبضه فلقت صحته بقت احسن فشافته منطقي يعني ان الحساسية تخف بس لما امه سابها مع شيز تفردت بيها وقالت لها انا مش بحست يعني بس علاقتك بتونج بقت حلوة خالص وبين عليكو بتحبه بعض على كده الحب طلع بيجي بعد الجواز بجد بقى زي من الروايات بتقول فالبنت كان نفسها تقول لها اقولي ما شاء الله بس عدتها عشان الكلام مع خلته عموما مش في صالحها خالص وكفية قوي ان يجي راح قال لها انه شاف واحد شبه تونج في الكازينو مبرح مع شوشو فقالت له شبه ازاي يا باشا ده اكيد هو وممكن شيل مسكينة تبقى عيشة قصة حب واهمية مع نفسها وجزب يخونها مع صاحبة الكازينو كلنا كده نايمين على ودننا وبعدها بقى بطنة بيقابل شيف مكان بعيد عن عيون الناس وبيقول لها ان شوشو اتصلت وعايزت شوفه في الكازينو الليلة فقالت له انها مش مرتاحة وحستها عاملاله كمين بس هو كان شايف غير كده وفي كل الاحوال كان عامل حسابه فسابته براحته بس شرطت عليه يرجع البيت الساعة عشرة كويس وبخير بس اللي اكتشفنا بالليل وهو ورايح الكازينو انه مترائب وحد ماشي وراه بس هي عموما مش دي مشكلتنا خالص مشكلتنا انه لما راح لشوشو طلعت افشا وناو يتخلص عليه وعن ناحية التانية بطلتنا بتعرف من صاحبتها ان الباديجاردات محاصرين الكازينو وشكلهم جايين مخصوص لرن فقالت لها مش مهم المفتاح دلوقتي انا لازم اروح لحقه المنت تقول لها صبوري ايه دي جاتلك الفرصة تجيب حق اهلك ما تضيعهاش تقول لها المهم هو ما يضيعش السلام شايفين الكلام والله جامدة شي دي بس اللي يطمن يعني ان بطلنا برضو ما يتخافش عليه ولما لقى نفسه تكشف هدت شوشو يشوه وشها الحلو ده لو ما اتطلوش المفتاح وقال لها انا غير تنجل كوتو موتو ده خالص وما تفكرش انك هتصعب علي فدته المفتاح وكانت فكرة مش هيعرف يطلع من تحت قدرك جالتها سليم والحقيقة هم اتقطروا عليه وكل ما يخلص منهم يطلع له غيرهم ده غير انهم ضربوه في كتفه وما بقاش عارف يتحرك وكانوا فعلا هيخلصوا منه بس الجيل اللي كان بيراقبه ووسل في الوقت المناسب وبقى يضرب معاه لحد ما البوليس جيه فض الليلة وبطنة عارف يخلع منهم لوحده وفدل ماشي في الشارع مش قادر يصل بطوله وبيفتكر اول مرة شاف فيها شي عند الترام لحد ما لقاها نازلة من عربيتها بتجري عليه وشها مليل خوف فحضنها وقال لها انه كويس ومش هيموت وما تقبرش الموضوع بقى يا نوال ده طبعا قبل ما يفقد الوعي والنطق وكل حاجة فخدته البيت وفدلت قاعدة جنبه مستنيه يصحى ومبطلتش لون في نفسها عشان هي السبب في كل ده ده غير اني اكيد شوشو مش هتسيبه في حاله بس والله احنا دلوقتي في مشكلة اسوأ بكتير وهي ان خلته طلبت تقابلها وسألتها فين تونج فقالت لها طريح الفراش فوقه يا خلته قالت لها لا يا حبيبتي مش قصد الطريح ده عن قصد تونج الاصلي ودتي فين وحصل له ايه طبعا مفيش مفر خدتها المستشفى وقالت لها تفضلي تونج اهو وحكت لها انهم كانوا بيتخنقوا على موضوع اهلها والمفتاح وهو كان شارب فحاول يخنقها وهي ضربته بس عشان تدفع عن نفسها فالغريب ان خلته حصل تطور في شخصيتها وبقت متفاهمة هي عملت كده ليه وقالت لها كلنا غلطانين عشان سبنان البتاع اللي بيشربه ده وانت ما كانش عندك حل غير انك تدفع عن نفسك وكده كده رنق اخوه ولو عايز يفضل في العيلة اهلا وسهلا مش عايز هنعوضه ويمشي بس المصرحية الفارغة بتاعتكو دي هي ريت تخلص قبل ما جدتك تطلع من المستشفى وإلا مش هنعرف نلم الموضوع وسواء البنت او خلته فالتنين كانوا عملين يعياته على الفوضى والبهدلة اللي عليتهم فيها فراحت تشرب 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 لانها مش عايزة المصرحية تنتهي هي عايزة يفضل موجود ويا سلام لو تنجي يعمل فيها معروف ويفضل نايم العمر كله بس ده ما بقاش ينفع بعد ما خلته عرفت في الوقت ده كان بطل نصيحي وقاعد يلف في القدى شوية لقى جزمة الباليب تاعتها فقاعد يدور عليها لحد ما لقها في البار نايمة ومسطولة وهنا بقى لقى أثر تعويرة على درعها هي هي نفس التعويرة اللي كانت في قيد صاحبته وهم صغيرين وده عشان احنا برضو في مسلسل صيني فاستغرب من الدنيا والأيام والقدر والزمان وقال رغم كل استوداف دي احنا برضو مش مكتوبين لبعض وهيجي يوم وهمشي فيا حبيبي ما الحقش يكمل عياته على بخته عشان هي صحيت يعني لسه بتقول له حمدله على سلامتك لقيته بيديها المفتاح ومعه جزمة الباليب وبيطلب منها ترقص وهو يعزف فقاعدوا كده شوية حلوين لحد ما خلصت رأسه وقالت له الدكتور قاله ان أخوك بيخاف وكلها كام يومها يصحى وانت خلاص اديتني المفتاح تبقى مهمتك خلصت قامت مدياله بقى حسابه كأنه مفيش بينهم مشاعر ويلا سلم واستلم ومشي تشي من المكان من غير ما تبصله والحقيقة هو كان ناوي يروح وراها بس حس ان خلاص ما بقاش ينفع وطلع كل غله في البيان وقعد يعاية على العلاقة اللي خلصت قبل ما تبدأ وهي نفس الكلام عشان مش معقول تنسى كل اللي حسيت بيه معاه وتلاقي نفسها في يوم وليلة متجوزة واحد تاني حتى لو كان شابهه صحيح لو عايزين تعرفوا لمرة واحدة كده طلبت معاه يطلب منها ترقص وهو يعزف فده عشان زمال لما قابلها اول مرة وهو صغير كان بيجري من بلطاجية وما لقاش حتة يستخبى فيها غير عربيتها وساعتها تعورت التعوير اياها وكل ده كان عشان تخبيه من البلطاجية ولما ميشي وحاول التعالي الجرح وديت له مرهم كمان فالولد ادها لعبة بيانه بتاعته وساعتها عرفت انه بيحب يعزف وقالت له انها بتحب ترقص ياه اما قصة عبرة بصحيح المهم في يوم خالته كانت صهرانة الوقت متأخر ولاقت جيه لسه سايب جروح الخناء زي ما هي فقالت له انت صحيح شغال عندنا بس سلامتك تهمني قصدي يتهمنا كلنا يعني وقعدت تلفله ايديه ولما اعتذر انه محماش تونج زي ما كانت عايزة واللي اتنين رجعوا مضروبين قالت له كفية انك رجعتوا بالسلامة واللي اتنين قعدوا يبصوا البعض بصات اتنين في سنة ومعرفش الحقيقة هتودين على فين بس اعتبروهم في مرحلة الاستهبال على عكس ابطالنا اللي مفيش منهم راجع هفهمكم ليه بطلتنا تاني يوم بعد ما راحت البنك فتحت الخزنة والمدير بعت لواحد كده يقوله انها جات وخدت كل اللي فيها بس مش ده المهم دلوقتي المهم انها لما رجعت البيت لقيته لست ماشي وسايب لها جواب بيطلب منها فيه تاخد بالها من الورد بتاعه ففكرت مع نفسها وقالت انها عايزة صاحب الورد وجريت وراي ممكن تلحقه وفعلا لحقته بس على ما وصلت كانت جزمتها وقعت منها وهو كان عادة مهتم بالتفاصيل وراح جابت جزمة ورجعها وسألها جتي ورايا ليه افتكرت بقى خالته وتحذرها فحطت مشاعرها على الهولد وقالت له جي تسلم عليك قبل ما تمشي وودعه بعد الآخر مرة ومشي من غير ما يبص وراه عشان لو كان بص وشافها تاني انا شخصيا متأكدة انه ما كانش هيمشي انا كان نفس اكمل في الصعب نيات دي بس حاليا عندنا مشكلة اكبر وهي انشي دلوقتي في خطر عشان وهي راجع البيت تحت المطر قبلت استاذ دينج الراجل اللي مدير البنك يكلمه وده يبقى مدير شركة الادوية اللي تسبب في موت اهلها هتقولولي عرفت منين هقولكم من الفيل اللي في الخازنة كان في صورته ولبس نفس الدبوس اللي لقت زيه مع خطبها وهو شكله شرير يبقى اكيد هو اللي موت اهلها وقادي بيتحكلها دحكة صفرة دلوقتي هو شكلها هتحصل بابا وماما قريب بطنة بقى ساعتها كان رجع للراجل صاحبه ده وحكاله كل اللي حصل معاه فالتنين اتفقوا ان شوشو ممكن جدا تساعدهم يكشفوا الديلرز وغيرهم بدليل انها ما كشفتش سر رام لحد وواضح انها مستفيدة من وجوده وفعلا جابها لحد عنده وعمل معها اتفاق بعد ما جننته طبعا وفضلت تنكر ان نواياها تجاه اخو خبيسة بس استسلمت لما قالها انه هينفذ لها كل طلباتها مقابل انهم يساعدوا بعض والمفروض يعني يقابلها بكرة بالليل في الكازنة بس يومها بنتنا راحت الكازنة وقابلت شوشو وقالت لها انا مش فارق لانك بصاحبة تونج انا همين التاني بديله اللي انا بعدت ليك ياريت ما تجيش جنبه ولا تقزيه فقالت لها ما تليش يا عسل انا ما بقزيش امرات عشان بس تخسرهم في البهدلة وبعدها على طول شي سألتها عن استاذ دينج وطلبت منها تساعدها تجيب لها معلومات عنه وده كان اغرب اتفاق ممكن شوشو تعمله في حياتها وبعدها بقى بطنة كان وصل بس ما دخلش الكازنة لما لقى شي طلع من هناك وكان مستغرب إلا خليها تقابل شوشو ده غير انه ما كانش مرتاح للعربية اللي رجبتها وكان قلبه حاسس يعني ان حد كده نوي يخطفها بس حل الدنيا هو فيدل مستخبي عشان ما تشوفهوش رغم انها كانت حاسة بوجوده بس مش عارفة ازاي وساعتها ثابت صاحبتها وحبت تتمشى مع نفسها شوية فبقى ماشي وراها من غير ما تلاحظ برضه أما شوشو فلما قابلت بطنة بعد كده قالت له انها محتاجة ياخد من أستاذ دينج كل أملاكه عشان لها عنده طور فبعدها انه هيقابلوا في الحفلة اللي هيجمعوا فيها على انه شان الديلر وقال لها ما تيلاقيش يا بنت خالتي حقك راجع واللتنين شوية وهيبقوا بيستيز في الوقت ده بقى كان أستاذ دينج عارف انهم ما عارفوش يخلصوا من شي بسبب جزها اللي طلع لهم مرة واحدة فكان شاف ان المدام لازم تحضر حفلة بكرة وصمم يبقى الدعوة لشي عشان تحضر وهي طبعا خافت يعمل فيها حاجة هناك بس قالت لازم أروح يمكن أطلع بمعلومة كده ولا كده وفعلا أول ما وسلت غموا عنيها لحد ما قاعدوها على صفرة الراجع وبدأ يحكي لها عن جزها اللي شوية ديلر وشوية بيزنس مين وكان بدأ يرخم عليها بالكلام ويقول لها يا ترى جزك مخب علي أنا والرجالة ايه وبيلعب من وراء ظهرنا فلسه البنت يعني مش عارفة تنتأ كلمة لأت ران داخل عليها هو وشوشو وحاول يعمل نفسه مش مخدود لما شافها وقعد جنبها وسألها بتعمل ايه هنا واتسامته مترين عشان التمثيلية تطلع مظبوطة بس الكلام جاب بعضه والرجل قال له مرتك مش طيقانة من ساعة ما قاعدنا وشكلها كده شايفنا قليلين وانها هدي النفوس وقل لك لازم تبقى مسيطر شوية ولازم تعرفها غلطها وقدامنا وهوب أمضرب المرمطون بتاعه وقال له قديني اديتك مثله ويلا ورينا هتعرفها مقامها ازاي فحبيبي طبعا قلبه ما طبعهش يسمع كلامهم وقام ضرب المرمطون هو كمان وقال انا حر اعمل مراتي بالطريقة اللي تعجبني وهوب اللي اتنين مسكوا في بعض وكان هيبقى فيها ضرب نار لولا شوشو هدت الدنيا وقالت لهم انهم رجالة تفهين سايبين الاكل الجامد ده وقاعدين يتخنقوا فلقوها عندها حق وسكته فعلا عشان كله الا الاكل بس ابننا ماستناش وخد المدام ومشي وطبعا فضلت تسأله بيعمل ايه هنا وليه لسه عامل فيها تونج فقال لها هقولك بعدين بس يعيني ملحقش عشان الراجل بتاعه الامار اتعرض لهم وساعتها بنعرف ان خلتم سافرة في شغل وهو اساسا طلع عارف حقيقة ران فلما وصته انه ابطانا مايتعملوش بع بعض في غيابها قال لها هحطهم تحت عيني عشان كده اول ما شافهم سوا خطفهم على طول وخلهم عنده وبقوا قاعدين مربوطين كده زي ما انتوا شايفين وهو ما ادهاش اجابة مفيدة على كل اسئلتها بس قال لها ان دينجي ده راجل مش سهل ومش هينفع تحاربه لوحدها ولازم المراضي يساعدها ومن غير نقاش فهي حسته مستحل الخطفة اوي وفاكره مش هيتلع من هنا وهيقدر يقضي وقت معها اكتر فقالت له للأسف عارفة النجزاكي وعارف ازاي تفكنا فيلا تفضل فكنا وبصراحة يا ريتها ما نطقت عشان ندمت بعدها اول ما لقيته قرب منها عشان وجوده عموما بيعمل لها هبط في الدورة الدموية عشان كده قالت اللي يحصل يحصل واعترفت له انها كانت مرعوبة عليه وهو بيتخانق مع الراجل وفكرت الف مرة من انه ممكن يموت قدامها بس برضو فضلت قلقنا وقالت له يا ريت ما تحشرش نفسك في انتقامي ولا طوري عشان دي حاجة تخصني الواحدي هي طبعا نفسها تقوله انها مش عايزة يضيع بسببها بس هما الاتنين بيزلونا لحد ما يقولوا البعض كلمة حلوة ولما الليل جيه وناموا الاتنين في مكانهم لاحظ بطنة انها بردنة جدا وغطاها بالجاكت بتاع وهي نايمة بس ما كانش حابب الحال يفضل كده وطلب يتكلم مع الراجل بتاع الامار وقال له انا مش عارف انت طيب ولا شرير بس شكلك كده ابن حلال وهتساعدني فتقريبا الراجل اتبسط انه في حد شايفه طيب هو وافق يساعده عادي جدا وسبهم يمشي فاكرين بقى الراجل ابو بورنيتا اللي قلتلكوا عليه في الاول اهو ده بقى عرف انه فيه اتنين شان الديلر يعني اتنين تونج ورح قال الكلام ده الاستاذ دينج فاستوعب ليه شان بقى جريء كده وفهم بقى انه واحد تاني خالص فاخد السر من الراجل وخلص عليه من غير استئذان كده عشان السر يموت معاه وساعتها بقى بطلتنا كانت صحية منهم ما لقيتش ران جنبها ولقيته سايب لها ورد فقلقته ما بقيتش عارفه هو فين لحد ما عرفت من صاحبتها ان فيه حفلة كبيرة هتتعمل في الكازين فقالت بس يبقى دينج هيحضر وران رحله على هناك وانا كمان لازم اروح واتأكد انه عنده تعويرة في ايده وساعتها هتأكد انه هو اللي موت اهلي وطلعت هي كمان على الحفلة بس على حظها ما كانوش ردين يدخلوها فاتحيلت على شوش وتدخلها معاها والبنت الحقيقة كانت رفض عشان مش عايزة مشاكل تاني وكفاء اللي حصل في اخر حفلة بس بنتنا قالت لها ان ساعات بتضطر الجاسف بحياتك عشان تحقق اهداف معينة فاقتنعت بكلمتين الفلسفة دول ودخلتها معاه وهي بتدعي ما تحصلش مصيبة في الوقت ده كان بطلنا اتفق مع صاحب انه هيروح الحفلة ويقابل اكبر ديلر هناك بس الاول يبعد عنه دينج فرح له بكوة عسكرية معرفش جابها منين عشان يسمح له يدخل المكان والغريب انه دخل فعلا وراح قابل الديلر ده وهو مع رجل مهم عشان يعمل لنفسه اي ما يعني وفيدل دينج قاعد مع المرمطون بتاعه وغن زلمه لحد ما بدأت العروض ولحز ران ان بطلتنا واحدة من ضمن البنات اللي هيرقصه في الحفلة ولابسة ماسك عشان محدش يعرفها بس هو يطلعها من وسط مليون وعشان كده خدها بعيد وكان معترض على وجودها بس في كل الاحوال وعدها يلاقي دليل يديني دينج بس ما توقعش ان سواء دينج او الديلر الكبير وقفت بطولها كده ورا جوزها وقالت لون كلنا عارفين ان دينج ايده الشمال مقطوعة عشان كده جوز حبيبي المراعي جاب له جوانتي ربنا خللنا شو شو هي اللي لسه مديها المعلومات دي فوق من شوية لما بطلتنا سألتها لو كان دينج عنده تعويرة في ايده الشمال فقالت لها اللي ما عندهش ايد شمال اصلا بس اللي حصل ان جي تهورت وقلعته الجوانتي على غفلة وتلعت التعويرة في ايده اليومين وتأكدت ان هو اللي موت اهلها فمسكت نفسها وقالت لهم سور يا جماعة ان جيت على غفلة اصلي كان لازم اعرف جوزي بيصهر في الكازينوهات كل ليلة مع مين وإلا ما كنت شاجم وتنكرة ولبسة كده وانا بنت ناس فالتاني اللي هو دينج اتخانق معيها وقال لهنا الكلام ده ماينفعنيش بعد ما جيتي عملت شوشرة وكلمة من هنا على كلمة من هنا قالت له انت حاولت تخطفني وتخلص مني قبل كده منك لله وفيدلت زعق فيه لحد ما بطلنا ادها ضربة نيمتها خالص واعتذر وقال ان اعصابها تعبانة وشالها ومشي وهو حاسس انه خسر الديلر الكبير بدل ما يتقرب منه المهم لما فقت بطلتنا في العربية فدلت تتخانق معي على اللي عملوا فيها وقالت له كان لازم تسيبني اموته فقال لها مش هجازف بك واخسارك ومن هنا ورايح تسبيه للموضوع ده وقتها بقى كانوا نزله من العربية اما علش انا دقيقة وانا بحكي وساعتها قالت له مش من حقك تتدخل ولا تقررلي وايه وعا تفتكر نفسك جزء بجد فقال لها عندك حق وانا غلطان ومش هتدخلك في حاجة ومشي خطوتين كده وكأن قلبه كان حاسس انها مش عايزا يمشي فسك كل حاجة على جنب وعرض عليها يتعاشه سوا وهي تقريبا ما صدقت نطق فرحت حضانته كأنها عايزا ينسى كل الهرتلة اللي قالتها وبعدها راحوا يشربوا وفدلوا ويفتكروا ذكرياتهم الوحشة سوا زي انه خطافها وانه زقها في البسين وهددها يرميها في البحر والكبيرة بقى انها رميته في السجن ست شهور بس اتفقوا ينسوا كل ذكرياتهم دي عشان اكيد فيه ذكريات احلى ممكن يفتكروها فشي قالت توماتشي سبات على المبدأ وقامت بسيته وقالت له لو ما يضيقكش تبقى تنسى العاملة اللي انا لسه عاملها حالا دي بالمرة يعني فقال لها سوري دي حاجات ضد النسيان وامرضتها لها ما هي مش احسن منه يعني خالته بقى هتاني يوم رجعت من السفر وجابت اللي اتنين قدامها كده وسألت بطلنا ايه اللي رجعه تاني بعد ما كان مشي لانها طلعت غلبانا ومش عايزاية ايزي وكفاية اول اللي بيحصل لاخوه جدته فهنا شي اتدخلت وقالت لها احنا صعب نوقف المسرحية بتاعتنا دي دلوقتي فزوق المسلسل معنا والنبي خالته فخالته زايته فعلا وسألته على مامته وحياته معاها فقال لها كنا عايشين عيشة زي الفل بس هي ماتت من وانا عندي سبع سنين فشي تأسرت وخدت بالها انه بيعمل لها حاجات كتير قوي هو شخصيا عاش محروم منها فيعني لازم تقدره اكتر شوية وخالته حاولت تغير الموضوع عشان النكد وكده وديت له هدية فقال لها شكرا يا خالته وخالته دي قصرت فيها قوي وبعدها بطنة قابل شوشو في مطعم وعرفت منه انه هيتعمك يعني ويحاول يقرب اكتر من الديلر الكبير فقالت له ياخد باله من الديلر الكبير لانه مالوش عزيز ولو كشفك بناش اقول لك هيعمل فيك ايه وخليها مفاجأة فقال لها ما تقلقش عليه وهي قطر خيرها جابت له هدية فاعتذر وقال لها صعبة قبل منك هدايا واخويا بحبك فقالت له الحب مش لازم يبقى متبادل ومين قالك اني بحبه بس نصيحة يعني يا ران ابعد مشاعرك خالص دلوقتي وما تخليش الحب نقطة ضعفك وإلا الدرل الكبير هيزع عليك جامد بس بصراحة شي اللي شافتهم من بعيد هي اللي كانت هتزعل وتتقمس لولا ابننا جري عليها وركب معها العربية وهناك قال لها اني قعدته مع شوشو دي مجرد شغلي يعني غيرها هي خالص وبعدين سألها اكتر سؤال بكره في حياتي عموما لما قالها هو احنا ايه مستنيها بقى تقول له حبايب متجوزين اي حاجة لقاها بتقوله احنا ببرتنرز فاحنا هنعمل عبط ونعتبرها كلمة تمشي كده وكده يعني ببرتنرز في مركب واحدة وبرتنرز متجوزين يعني مفياش حاجة عشان انا على اخر من بطقهم اما خالته فكانت بتتفق على صفقة مع استاذ دينج اللي هو ظاهريا يعني صاحب شركة ادوية وهي بتتعامل على الاساس ده والدنيا حلوة بس الراجل كان نوع الشر وعايز يثبت للكل ان ستات العيلة دي بتنجز مصالحها بطرق عيب وحرام ومش فارق معاه يطلع راجل مفتري عادي وخطته دي بقى سمعها جي وهو واقف برا وكان عارف انه سايب لخالته حاجة اسفرة تشربها فجري شدها منها وقال لها لازم نمشي من هنا بسرعة فالتاني طبعا دخل عليهم وقال لهم عيب تمشوا من غير ما تشربوا حاجة وكان مصم منها تشرب فجيبنوا الاصول شرب الكوباية وبقى الازازة بالعند في الراجل وخدها ومشي بعد ما بوز الخطة الشريرة عشان يفضل يتطوح يمين وشمال فبتفهم خالته بعد كده ان اللي شربه ده كان فيه مخدر وبتسنده على الحيط عشان ما يقعش يفتصها بس ساعتها وقع منه سلسلة شافت فيها فردة الحلقة المكسورة بتاعتها فاستغربت النمرة ماهاش وفيد المحتفظ بيها فقالته شكلك كده نويت اديها البنت تانية فقال لها انا مش شايف بنات غيرك بس هو زي منتوا شايفين كتكوت اوه وبيتكسف فخالته خدت الخطوة الاولى وبسيته بكل يدوء كأنها بتقول له صباح الخير مش بتجيب له ازمة قلبية دلوقتي من الخط فهو برضو حس انها مش احسن منه وبسها بعدها عشان يأكد لها ان مشاعرهم متبادلة وفي يوم بطنة قابل شوشو سألته عن مكان اخوه حصل له ايه فقال له هو في غايبوبة وعرفها مكان العيادة بس وعدها انه هيفوق ويبقى كويس اما جي فصحي لقى خالته قعدة في قطه بتتفرج عليه وهو نايم فاتكسف قوي وقال لها لو كان حصل بيننا حاجة فانا مستعد تصلح غلطتي واتجوزك فهي حبة العرض بتاعه وموقفه المشرف بس اقدر ولطف يعني محصلش بينهم حاجة توصله يصلح غلطته في الوقت ده بقى كان استاذ دينج بيفكر ازاي يضغط على عائلتهم وما كانش ينفع يسمع كلام المرمطون بتاعه ويخطف خالته عشان هي واجهة العيلة دلوقتي فبالصدفة كده شافوا بطالتنا معديها في الشارع فالمرمطون قال بس انا هقوم اخطفها دلوقتي ده طبعا قبل ما الراجل يتحدى اعراض الجلطة ويطلب منه يرقبها في صمت وميعملش شوشرة الحلوة بقى طلعت رايحة فين رايحة تزور تونج عشان نعيد ميلاده النهاردة هو واخوه وهي صاحب تواجب انتو عارفين وتقريبا معرفتش تسكت دقتين على بعض وحكيت له بقى انها لقت اخوت توقم وحل محل وليلا كبيرة يعني بس وهي طلعة مخدتش بالها انه بدأ يفوق ولسه يدب بتفتح الباب لقت دينج والمرمطون بتاعه بيقولولها رايحة على فين كده يقطة وخطفوها والراجل نزل بايده التقيلة على وشها ومقولكوش يعني بهدلها ازاي قبل ما يتصل ببطلنا ويقوله ان يعرف حقيقته وكل سنة انت طيب يا ران يا حبيبي المهم بعد ما قاله اخوك وامرتك عندي ولو جدعت على خدهم استلم بقى بطلتنا وقاعد يقول لها لازم تقول للديلر الكبير ان تونج مطلعش تونج وان ران ده ممثل قدير وهو اللي قابله وتكلم معاه فقالت له انا معرفش حد بالاسم ده ام ضربها تاني عشان هو على اخر فقاعد يفكر ويقول ان الديلر الكبير جاي في السكة وطريح الفراش جوه واخوه على وصول فيطرى الديلر الكبير هيقتل مين فيهم ولا يمكن يقتل الاتنين ايا كان هو كده كده نوي موت شي في التو واللحظة بس بطلنا اللي وصل على حسنه الابيض كان له رأي تاني وطح فيهم كلهم وانقذ شيه لحد ما جه الديلر الكبير ودينجا لاي سامحه اقترح يروحوا كلهم للمكان اللي فيه اخوه طريح الفراش وساعتها يتأكد ان فيه اتنين نفس الشكل ويا عالم اللي واف قدامهم ده شان الديلر ولا ران اخوه فرحوا فعلا والراجل شافه وقال بس يبقى الوده اخوه بيشتغنى ولازم يموت فران قال لهم وليه ما كونش انا شان واللي في الغيبوبة جوه ده ران فالراجل ما كانش عايز كلام كتير وشاف ان الاتنين ماينفعش يعيشوا بس فجأة تونجا او شان ايا كان اسمه ايه ده صحي ولقوه داخل عليهم وبيسأل انتمين وانا حصل لي ايه ام الديلر الكبير ما استناش وضربه طلقه في قلبه افقدتهم كلهم النط وخطف بطنه وشكله كده هيوريه القديم والجديد لان الراجل متأكد ان ده ران عشان اخوه ما كانش قوي كده وبيستحمل الضرب زيه وقال له يتقول الحقيقة يا مش هتخرج انت والهنم بتاعتك سولام اه ما هو خطفها هي كمان هو كل ما يتزنق بيخطف حد وقامت دي بطنه مخدر يخليه قر ويعترف بكل حاجة وما يقدرش يتحكم في نفسه وللأسف نجح الراجل يعمل كده رغم مقاومة ران وعياتش وفعلا اعترف من اول الم وقال له انا ران يا ساعدت البيه بس اللي ما نعرفهوش ان بطنه كان متضرب على تيكتيكات رفض الهجان دي مع صاحبه ودي ما كانتش اول مرة يتعرض فيها للمخدر ده فقدر يقاوم ويجذب عليه ويقوله انه قرب منه عشان ياخد كل حاجة من عيلته اللي اتخلت عنه ورميته هو وامه وياخد كل حاجة من اخوه تونج فالراجل قال له تونج خلاص انا خلصت عليه قدامك قال له تسلم ايدك بس انا لسه ما تكيفتش وعايز ابقى شان الديلر مكانه فقال له من هنا ورايح انا اللي هكرر مين هيبقى شان الديلر وبعدها سأله شيتي بقى ايه بالنسباله وقال له مراتي وحبيبتي وكل مالية وهو تقريبا ران كان لازم يتمرمت كده عشان يعترف بحبه زي الناس بس الراجل ما تأثرش خالص يعني وكان ناوي يديها طلقة في دماغها بس لقاها بتقوله هي تبقى بنت مين اقصد يعني اهلها اللي ماتوا لانهم طلعوا اتنين صيدلانيين مشهورين وعملين دوا كده الراجل ده قالب علي الدنيا ومش لقيه فهي قالت له ديني شهر والدوا يكون عنده فوافق رغم انه ما كانش واثق فيها قوي بس قال مش هخسر حاجة موته فهي كمان هتموت معاه وبتمر الايام وبطلتنا وخالته بيتفينه طونج من غير محد يعرفه بيتفقه ما يعرفوش العيلة دلوقتي فخالته لما لقيت شي حاسة بالزام بقالت لها هو اللي مشي في سكة اللي يروح مايرجعش ودي كانت نهاية طبيعية للطريق اللي اختاره بس احنا مش هنسيب حقه برضو هننتقم لعيلتنا كلها من كل اشرار المسلسل ولما رجع البيت بنتنا سألت خالته لو كانت جدتها تعرف وصفة الدوة بتاعت اهلها فقالت لها معرفش واستني تيتا تصحى وسألها بنفسك فسابتها شي وراحت تزور ران في المستشفى وبعدها احنا وخالته بنتفاجئ ان تيتا خرجت من المستشفى وطلعت عارفة كل اللي حصل لطونج نروح بقى لشي اللي فدلت قاعدة جنب ران اللي لسه مافقش وافتكرت لما صاحبه وصلها وكشف لها ان ران طلع رقفة الهجان بجد وشغال عميل سري وظفت انه بيتجسس على الفاسدين في البلد وقربه من الديلار الكبير وغيره كان للسبب ده فكبر في عينها وقالت له يعني جوزي كان هيموت عشان الوطن يعيش فاسمح لي اخذ من الوطن وكمل اللي هو بدأه يعني بنتنا هتبقى هي كمان جاسوسة قد الدنيا المهم رجعت البيت لقيت تيتا مسكة سورة حفيدها المرحوم وبتعيت وبتقول ان الدنيا دورة والظلم اللي زرمته لغيرها زمان لف لف ورجع لها تاني فمركزتش في كلامها واعتزرت لها ان تونجي مات بسببها فتيتا قالت لها ما تلومش نفسك يا حبيبتي واللي فات مات وانا مش طربة منك غير انك تكون بخير وثبت لها كمان وصفة اهلها اللي اكيد هتساعدها في كل البلوي دي وبنعرف بعد كده من مساعد تيتا انها زمان اضطرت تشتغل مع الديلار الكبير وقال لها ان خلته اكيد هتسامحها لما تعرف انها عملت كده غصبة عنها فالست برضو قاعدت تقول انا السبب في كل اللي بيحصل لعائلتي وزنبهم في رقابتي وبعدها بدقايق صحتها تدهورت وغمضت عينيها للأبد وهي سايبة وراها اسرار كتير قوي وبعد ايام بطلتنا بتحتاج تبدأ مهمتها اللي بطلنا ما كملهاش وهي انها تروح مخزن استاذ دينج تسرق مادة من هناك لوصفة اهلها فخالته قالت لها مش هخليكي تعملي ده كله لوحدك وجابت صاحبها بتاع الامار وجيه وابوه حتى شوشو بتاعت الكازن وطلع كلهم على المخزن وبعد ما خلصوا مهمتهم وكله بقى زي الفل خالته شافت مرمطون دينج وكان نفسها تضربه من زمان قوي فغمت عينيه ونزلت فيه ضربه وجابت حقها منه وطلعت تجري بعدها هي وجيه ولا كأن حصل حاجة وبعدين كعباها تكسر ووصلها لحد البيت وهو شايلها مع تلمحات كتير بقى اياما انا مش ضد الحب بس حبه بعد لما راني يسحى ونتطمن عليه معلش يعني انا شي فراحت تشرب مع شوشو انا ما بتحبش راني يعني ما فيش قلق منها وتقدر تعتبرها صاحبتها من دلوقتي وتاني يوم بطلنا الحمد لله ان بالسلامة بعد ما كوابيسه الكتير صحته من الغيبوبة لانه ما كانش عنده استعداد يخسر شي زي ما خسر مامته واول ما فاء لقى صاحبتها في المستشفى وعرف منها انها رايحة عزومة استاذ دينج فراحل هناك بسرعة وجاب لها صدمة اول ما شافته واقف قدامها زي الحصون وكان يعني عنده امل يلحق ياخدها ويمشي قبل ما تتصرف بتهور بس اللي اتنين لقوا الديلر الكبير في وشهم بيقول لهم منورين فاضطروا يحضروا العزومة وهم مش عارفين ممكن تنتهي على ايه بس هناك بطلتنا قدت الديلر الكبير دا واهلها واللي بالمناسبة دينج شك في امره وقال دا بتاع اي كلام فضربته وقالت له اعتبر الالم دا من الرجل الكبارة اللي قاعد معنا عشان هو عارف كويس قوي انه مش اي كلام وفعلا الديلر الكبير هدى الدنيا وقال من النهاردة شي بنتنا وهتورد لنا الدوى وشين جوزها مننا وعلينا يعني كده كل اعترف رسميا ان ران هيبقى شان الديلر من النهاردة وبعدها على طول لما دينجا خرج برة عارف من المرمطون ان مخزانه تسرق والمادة تسرقت فافتكر ان ران هو اللي عمل كده ودخل وجهه فقال لنا كنت في غيبوبة قال له تبقى امراتك امراته قالت له وانسر قال ليه لما ممكن الديلر الكبير يوفر لي المادة بريئة بيه فالجنن وقعدوا يرفع مسدسات على بعض لحد ما الديلر الكبير سكتهم وفي الاخر بطنة حاب يعمل نمرة كده وقال له ان البرنيتا بتاعته مصنوعة في بلد تانية ومش بتتبع عندهم وكلمة من هنا على كلمة من هنا المرمطون اعترف عليه وقال للديلر الكبير ان دينج شغال مع المنافسين بتوعه في بلاد برة وكان بيعترف عليه وهو فرحان قوي عشان اخيرا هيخلص منه بعد ما كان مبهدله من قول المسلسل وانتو عارفين بقى عمو الديلر الكبير متهور شوية فبكل سهولة جاب السيف وزرع في بطنه كده عشان ما نرغيش كتير وقال لبطالتنا اللي كانت بتفرفر مننا بعد ما شافت اللي حصل تعمله دوة تاني بدل اللي راح في القاعدة دي فران وقعدوا يبعته له باقصى سرعة وخدها ومشي من المكان عشان كفاء عليها ترمط لحد كده اما شوشو فهي اللي فضلت مع المرحم لاحقا عشان يعني كان بيطلع في الروح وقالت له انها هتسيبه يموت زي ما موت ابوها اللي هو اكيد هيطلع مش فاكره من كتر اللي موته بس وعدته تاخد بالها من بنته الصغير عشان بريئة وملهاش زنبه وقامت مدياله طلقة كملت عليه وريحتنا منه خالص اما ابطلنا فعملوا حفل التقابين كده لأهلها بعد ما احتفلوا بموت الراجل اللي موته وبكده تكون شي خدت بطرق أهلها والمفروض تهبط بقى يعني حتى الران قال لها لو تهبطي وتبعدي عن الدلار الكبير يبقى المصلحة بس هي مهتمتش بكلامه وخدته وروحه يشربه بعد ما تأكدت ان صحته بقت أحسن وهناك لما قالت له انها خايفة تفقد إنسانيتها بعد كل اللي مرت بيه والبلو اللي شافتها قال لها انت قلبك هيفضل نقي مهما حصل وعمره ما هيسود زي قلبي فطبعا مهنش عليها تسيبه مفكر قلبه اسود وقالت له ازاي يا امر ده انت قلبك مخصول بوكسي والله وياريت ما اسمعش منك الكلام ده تاني فحاولت يعني تفرفش القعدة وقالت له هغني بس ياريتها ما فكرت عشان قضتها أغاني حزينة والراجل فدل يسمعها ويعيط قابل كئيب والله انا ماليش في المسلسل ده غير خالته وحبيبها وعشان هم عالم كئيبة ركزوا برضو في حوارات الديلار الكبير وراحوا لشوشو تساعده والبنت كانت زكية وفهمت ان الران عايز يمسكه متلبس بالمخدرات عشان كده مخلصش عليهم العزومة فقالت له انا معرفش وكر المخدرات بتاعه فين بس اعرف ان محد الشي قدر يدخل هناك غيره هو ورجالته تعرفوا شوشو دي لو ما كانتش من سبعين سنة كان زمانها معاون مباحث مدينة نصر ده غير انها طيبة وطلبت من أبطلنا يشوفوا أسرة تتبنى بنته أستاذ دينج وهم وعدوها يحلوا الموضوع ورجع رانوي شي على بيتهم بعد فترة بقى بيروحوا أبطلنا يقابلوا الديلار الكبير بعد ما بيضمهم لجماعته بيقولهم انتو خلاص بقيتو مننا بس شارت على راني لقيله المادة اللي محتاجها عشان يصنع بضعته خلال اسبوع وإلا هيرجع يلاقي وش مراته الجميل ده محتاج عمرة وهددها هي كمان انها لو ما عملتش دوا أهلها في وقت قصير يبقى تودع جزع من دلوقتي عشان هيوحشها للأبد وبعدين قال لها أهلك دول أشرار في عيون الناس بس احنا بنستغل دواهم ده أحسن استغلال وعلى يبدك يعني فعمرنا ما هنشوفهم وحشين وكلامه ده كان بيضايقها عشان ما توقعتش انها تستخدم تعب أهلها في أعمال ضد القانون وبطنة لاحز انها قاعدة تعور نفسها من غزها فخدها ومشي وقال للراجل انه لازم يلحق يحضر حكته عشان يسافر يدور على المادة ولما بيمشوا بنعرف ان الدلار الكبير مش وصق فيهم بربع جنيه بس سايبهم يجبوا آخرهم واتفق مع المساعدة بتاعته ترائب ران أما شي ففضلت قعدة زعلانة وحكيت له علم دايقها والنتعب أهلها بيروح على الفاضي فوساها وقال لها احنا بنعمل كل ده عشان نكشف أمثال الدلار الكبير وبعد كده نطلع أبحاث أهلك للنور ونستفيد بها في الخير فكلامه ده هدها شوية وحضانته وقالت له ياخد باله من نفسه وهو مسافر بكرة ويرجع لها بالسلامة ولما بطنة سافر بقى هو يدور على المادة ويدرب ويدرب وهي مجغولة في دواء أهلها اللي بتعمله لحد ما كلمها في يومه هو مضروبه متشلفت من بلطغية بيمنعه من إنه يلاقي المادة وحاول يعمل فيها كويس ومفقوش حاجة رغم إنه متخرشم وقال لها إنها وحشيته جدا وهيموت ويرجع لها فقالت له إنها مستانياب فارغ الصب وبعدها بقى بيفاجئنا وبيروح للمنافس بتاعه اللي ظهر في أول المسلسل خالص والمنافس ده كان عارف هو بيدور على إيه فقال له تعالى نتراهل لو أنت كسبت الرهان هديك المادة وهنسى عدوتنا بس لو أنا كسبت هخليك تتحصر على اللي أنت بتدور عليه وأنا الحقيقة ما عرفش حصل إيه هم كانوا بيعملوا ملك وكتاب أما عرفش المسدسات دي طلعت منين بس وقت ما المنافس كان هيغضر بيه ويدربه جات مساعدة الديلر الكبير قدت طلقه في ظهره موتته وقالت له إنجس في اللي بيعمله عشان البشا صبره قليل أما شي فما هديتش وألقها على بطلنا كان أقوى من إنها تستنى رجوعه فسفرت له وراحت له لحد ما حل الحلقة بنفسها وأول ما شفته متخرش الفضل تزعق وتقوله إنه ضحك عليها وفاهمها إنه كويس وهو وشه قلب خريطة فلولد لأ نفسه هيخش في خناقة أم قالب الموضوع لصالحه ومديها واحدة بحبك والحمد لله يعني اعترف بمشاعره رسمي ونسها زعلها منه قبرا وفعلا ومش لازم أو يقولكوا فعلا إزاي عشان ما يصحش المهم بعدها قعدوا يتمنوا سوى إن لما كل ده يخلص يعيشوا في مكان هادي هي تبقى دكتورة وتعلم ولادهم الرأس وهو يكمل في الحلقة ويعلم ولادهم بيانه وأحلام وردية كده ملهاش علاقة بالمصائب اللي بتطلع لهم كل شوية وبمناسبة المصائب فخلونا أقولكم إن الديلر الكبير طلع فيه واحد أكبر منه مشغله ألا وهو الحج كاي والحج كاي ده هو المورد الأساسي لكلاينتس بلاد برة ومستنى من الديلر الكبير شغل عالي المفروض يعني إن أبطلنا هما اللي هينفزوه شوف وأنا اللي كنت فاكرانا آخرنا الديلر الكبير طلع الموضوع هو اللي كبير بدليل إن أبطلنا رجعوا بيتهم لقومة بهدل وحالته حالة وما يعرفوش حصل إيه بس أنا بقى عرفت قبلهم وهقول لكم اللي حصل الديلر الكبير راح بالمرمطون تهجم على بيتهم وفيد المقاعد خالته وحبيبها يسألهم فين المادة الفعالة بتاعت شركتهم مدام بطلنا فشل يجيب المادة التانية وهو مسافر فما حدش فيه مناطق والتنين سيبته على موقفهم وساعتها كان هيجنن ويقطع ايد جيل غالبان عشان يخليها تتكلم بس بطلنا وصل في الوقت المناسب وقال له هوب هوب حاسب للسلاح يطول وانا هجيب لك اللي انت عايزه بس يسيب عيلتي في حالها فقال له موقف يحترم بس أنا مش هحترمه وحدف له سكينة وقال له اختار تبدأ بمن فيهم يمكن التاني يخاف ويعترف فهو ما ترددش وضرب جيل في صدره طبعا استغربتها ما تستغربوش عشان غالبا في حاجة احنا مش عارفينها وده لاني جي من اسبوعين كده راح يتكلم مع ران وقال له علمني ازاي يبقى في الشدة جديد وفي القوة قاوي عشان احمل لي بحبهم زيك كده والحقيقة انا معرفش الحوار وصل بهم لفين بس هو ضربوا من هنا وخالته قالي ده انا مش هضحب الولد اكتر من كده وقالت هجيب لكم المادة بس يسيبوا حبيبي في حاله ولما المرمطون اتحدها وحط المسدس على راسها اتعصبت اكتر وبعدته عنها ورحت وقفت قدام جيه وقالت محدش يلمسه وهوب ضربت بطنة بالسكينة في ايده عشان يبقى يفكر يقزي حبيبها تاني وقالت له انت من اللحظة دي برا العيلة وبكده نقدر نسقف كلنا لخالته على الاداء الرائع قدام الديلر الكبير لان كل اللي حصل ده كان مسرحية منهم كلهم عشان يثبتوا للراجل ان شامل العيلة بقى عايز اللي يلمه والدنيا بازت منهم خالص وفي وقت ما كانت خالته بتحط لحبيبها شاشة على الجرح قالت له انها خفت عليه قوي ساعتها وان لو ران وشي عايشين في الحوارات دي من قول المسلسل فالله يعينهم عشان الحكاية طلعت تسايب الاعصاب خالص فحبيبها قال لها ان ان شاء الله انت وهم تطلعوا منها بخير فاتحمقت قوي انه مش حاسب نفسه معاهم وقالت له انت كمان لازم تطلع منها بخير عشان مريش غيرك اما شي فمش يتحسب خطتهم اللي كانت عبارة عن انهم يحطوا مادة مختلفة في الدواء فتطلع مختلفة عن العينة الاولى اللي اديتها للديلر الكبير وتقول له يا خبر دي الماتيل يارز عندي مش قد كده فيضطر ياخدها الوقر بتاعه تشتغل فيه وهم اساسا عايزين يعرفوا مكانوا فين فيعني فرصة وجات لحد عندهم وساعتها كانوا متفقين ان ران يروح معيها بس اللي حصل ان الراجل مرضيش وقال انا اللي اقرر مين ييجي ومين ما يجيش فاضطروا يسمعوا كلامه وراحت بطالتنا معا لوحدها بس طبعا كل حاجة كان معمول حسابها يعني مثلا هي اول ما وصلت الوقر زي ما تقولوا كده سمت نفسها بسم خفيف عشان تتعب وما يطلبوش منها تعمل الدواء فتكسب وقت لحد ما بطالنا يوصل وهو الحقيقة كان شغال بكل جهده يعني وهو وجي رأبه مساعدة الديلر الكبير ومشي وراها وعرفه طريق الوقر وجم طبعا بصاحبه اللي مشغاله عميل سري وفي الاشتباك الصغير ده الديلر اتصاب بس ساعتها صاحب ران قال له سيبهن وروح انت شوف مراتك ففيد اللي يدور هي محبوسة فين لحد ما صوته هو بيناديها صحاها من كوابس ماضيها اللي ما كانتش سايبها في حالها وساعتها عرفته مكانها وراح طلعها وخرج بها من غير خساير وبعد فترة عمه بتاع الامار قال لي كم من نص دينه وراح يطلب ايد خالته وهي واقفة مع جيف الجنينة فقالت له انت طول عمرك صديق عزيز مش اكتر وكان ممكن افكر فيك لو ما كنتش قابلت راجل بيحسسني بالامال وان كل حاجة كويسة مادم هو موجود ودي ميزة مش هلاقيها كتير فاجي تفاجئ من نظرتها عنه وبتاع الامار يتفاجئ انها سايبة راجل في مركزه وراح تبص لابن الجنيني بس طلع راجل بيحب الحب وقال لها ربنا يساعدك مادم ده اختيارك وبابي مفتوح لك في اي وقت لو احتاجتي حاجة اللي حصل ده بقى شجع جي ينتق وراح بعدها على طول جاب خاتم وقال لها نمدرك فرق الطبقات اللي بيننا وعارف المجتمع والناس هيقولوا ايه بس رغم ده كله انها جايت له بايدك وكل امل انك توافقي بصراحة يا بنات هي وقعت قلبه في الاول وقالت له مستحيلة تجوزك يا ابن الجنيني بس الهاني مفايق او طلعت بتهزر عادي واكد يعني وقفت تتجوزه عشان مش هتنكد علينا في اخر المسلسل وخدته بعدها وراحوا عزموا بتاعه الامار على الفرح والراجل يا حبيبي ما كانش مسدق انه رايح يحضر فرح الكراش اما ابطلنا فرحه يودعه صاحب ران بعد ما ابض على الديلر الكبير وشمع الوقر بتاعه وحمى الناس من شره وبعد ما الراجل ميشي وبقول وحدهم سألها ران ليه مش عايزانا نعمل فرح جديد مع خالته وحبيبها قالت له عشان لما عملنا فرحنا الاولاني مشاعرنا كانت صادقة عادي وكنت عارفة ان بتجوزك انت ونصقتي كلها فيك فانا ما اعتبره فرحنا عادي ومش مستهل نعمل غيره والحقيقة الولد اقتنع بكلامها واتفق انهم يفضلوا يحبوا بعض ويسقف بعض طول العمر ويفضلوا سوا على الحلوة والمرة وخالته وحبيبها بيعملوا الفرح وكل حاجة كانت ماشية زي الفل لحد ما العروسة لحظت ان يشي مش موجودة فلا مش هتجوز وهي مش موجودة سوريا فران طلع يستنها برة ويجيبها وييجي عشان الجوازة تكمل بس اول ما طلعوا لقاها جاي عليه سمعوا صوت انفجار جاي من جوة ودخلوا الفرح لقوا حاجة فرقاعت جوة فعلا والمعازين متصابين والعريس متصاب وليه لا يعني فعمه بتاع الامار خد العريس والعروسة على المستشفى وحاول ينكر تماما ان اللي حصل ده بسبب عينه اللي رشقت في الفرح وابطلنا كانوا واقفين مع شوشو بيفكروا مين اللي عمل كده واول مران قرر يمشي ويروح هو يعرف الاخبار سمع صوت طلقة ودي طلقة لسكرتيرة الديلر درابتها في شي بس شوشو فادتها وخادتها هي في كتفها شي بقى تسكت لا طبعا خلصت هي عالسكرتيرة ودي كانت اول مرة سلاحة يصيب فيها بجد بس مش وقت براءة دلوقتي والناس بتموت وبعدها راحت مع شوشو على المستشفى وفيد الران في المكان عشان يلهيهم بس قبل ما تمشي خلته يبعدها انه يفضل بخير مع اني اشك الصراح عشان يدوب هي مشيت من هنا وهو لقى الديلر الكبير ورجالته قدامه هرب من السجن وجاي يقرفنا اخر دقتين فنستحمل بقى المهم طبعا ران اتصاب كتير وهو بيحاول يضرب كل دول لوحده وكان خلاص بيفرفر وهيروح مننا بس عامو اقتع الامار اتدخل في الوقت المناسب وطلع هو لها الديلر ورجالته وخدهم على سطح الوات حمادة وطلع منها متصاب اصابات كتيرة جدا والمستشفيات ما بقاش فيها سرائر من كتر ملكاست كله دخل المستشفى تقريبا زي ما انتم شايفينهم ورغم كده صاحب ران بيعجب قوي بالشلة بتاعتهم دي وشايف ان ادارة مكافحة المخدرات محتاجاهم فدخل المساعد بتاعه يسألهم لو حابين يشتغلوا معاهم ويخدموا طراب الوطن وقالوا من امتى بنقول للوطن لا واحنا اساسا عيلة عندها ايه دي اتش دي مابتعرفش تقعد هادية وراحوا فعلا يخدموا الوطن بس انتم بقى هتروحوا على الكومنس تقولوا لي رأيكم في الملخص عشان انا دماغي لفت واستحقق كلمتين حلوين وبعدها زي الشاطرين تشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا الجرز عشان عبوا والله يتفوتكم ملخصاتنا الحلوة قوي دي ويه السلام